هذه القضية بناءً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء هي تعتبر أولى الأولويات لنا كجهاز حكومي في معالجة كل التحديات الخاصة في توفير السكن للأخوة المواطنين اللي نشعر في معاناتهم واللي طال انتظارهم ونسعى ونأمل بإذن الله أن نجد حل لهذه المشكلة بالقريب العاجل طبعاً في البداية أحب أن أنوّه كونيانا اليوم وزير مالية ووزير للشؤون الاقتصادية أن الإصلاح الاقتصادي المنشود اللي دائماً نتحدث عنه أساسه هو تعزيز رفاهية الإنسان وتعزيز رفاهية الإنسان جزء كبير منها توفير الاحتياجات الأساسية منها المسكن والعيش الكريم ولا شك اليوم أننا ما يرضينا في الحكومة أن نشوف أب وأبنه ينتظر دوره في الإسكان لذلك وبناء على توجيهات سمو الرئيس والقيادة السياسية نحن نسعى اليوم جاهدين إلى مديد التعاون مع الأخوة أعضاء مجلس الأمة واللجنة الإسكانية لحل حلة هذه القضية ووضع الحلول الجذرية لها خلال هذه السنة وهذه الحلول لن تأتي إخواني إلا في التعاون المنشود بين الجميع وهذا كان شغلنا الشاغل في وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية منذ تكليفنا في هذه المسؤولية إلى اليوم بما يخص القضية ترجمة نانسي قنقر